مجدداً يحاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة وضع قطار العملية السياسية في بلاده على سكته مرة أخرى مجدداً يؤكد لدبيبة إصراره على تسليم السلطة عبر بوابة وحيدة يمر الطريق إليها عبر سناديق الاقتراع لدبيبة في كلمة جديدة له حذر من المضي قدماً فيما أعلنه برلمان طبرق من سحب الثقة من حكومته وتكليف فتح بشاغة بتشكيل حكومة جديدة مؤكداً أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة قد يؤدي إلى نشوب حرب وفوضى في البلد الغارق بالفعل في أتون الفوضى منذ عقد من الزمان واقترح لدبيبة خارطة طريق من أربع نقاط لانتخاب البرلمان وإجراء استفتاء في الوقت ذاته على التعديلات الدستورية في أواخر شهر حزيران المقبل على أن يلي ذلك إجراء انتخابات رئاسية ضمن خطوط عريضة لخطة الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد تشكيل لجنة فنية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية يقدمه مجلس الوزراء وهو من اختصاصه إلى المجلس الأعلى للدولة وفق الاتفاق السياسي ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين وإن تعدر ذلك نتيجة تعارض المصالح يحال إلى ملتقى الحوار السياسي الموافق عليه وبعيدا عن تفصيلات المشهد الليبي داخلية فإن أكثر القوى الدولية والإقليمية لا تزال تمسك العصى من منتصفها دون إعلان واضح لموقفها بشأن تأييد أحد الطرفين الأمر الذي يراه محللون تخليا عن حكومة الاتبيبة بينما يرى آخرون أن ثمة تفاهمات بين قوى إقليمية ربما ستدعم حكومة جديدة يشكلها بشاغة تضمن استقرار الأمور وتعبر بليبيا نحو الانتقابات ترجمة نانسي قنقر